فهو السؤال بقى السيسي حضرتك بقى ركز بس في الكلام شايف ان الارهاب والكباب الذي انتجه في التسعينات هو اللي عمل البلد خصم والحكومة خصم ولا زي ما انت قلت النهاردة اني 2011 خلت البلد والحكومة خصم وفاطمة قاعدة تقولك ايوة يا سعد ايوة يا حضرة العم دي ايوة ما هي خايفة على ابو العيلة ما يا فاطمة اذا كان اسمها فاطمة انا فاك اسمها فاطمة خايفة على ابو العيلة وهو السؤال يعني انت يا سيسي غلتي البنزين النهاردة ومش تقول انتش مش عدو انت مش عدو انت يا سيسي بعت البلد واصولها ودي حاجة ما ترضيش اللي جابك اللي هو المشير طنطاوي ومتبقاش عدو اه شريف عرفة وحيد حامد الارهاب والكباب عدل امام اللي يفرط في المياه والارض ميبقاش عدو لكن اللي يعمل الارهاب والكباب بعدو صورة يناير والارهاب والكباب هم المشكلة مش انت مش بس كده ده ان التعم العجيبة اللي السيسي كان بيوزعها للادي كلها الغاز زي قصة مثلا الناس اللي كانت عايز تعمل فتنة مين دول اسمع كده اسمع والد الشهيد وانت قلته الاستقرار اللي حصل الاستقرار اللي حصل ده تأمنوا ولاد كتير من ولاد مصر والبناء كمان من بنات مصر وانتو شفتوا هنا في المينيا وفي كتير من محافظات مصر ازاي انهم عملوا الفتنة عشان يخربوا بلادنا ويخلونا ان احنا نخش مع بعضنا في حاجة والبلد كلها تساعنا كلنا وتساعدينا عشر مرات لكن اللي دفعت تمن في الاستقرار مش الارادة بتاعتنا لا طب بتقول لنا مين هو يعني انا اللحظة واحدة عليه اللحظة واحدة انا بقالي عشر سنين بسمعك عشر سنين يا عبد الفتاح يا سيسي وانت بتبيع نفس البضاعة عشر سنين وانت عمال تكلم المصريين عن الارهاب واللي وزعوا الفتنة واللي حرقوا الكنايس واللي ولعوا في المساجد واللي سرقوا البنزين واللي خدوا البطاطين بقالك عشر سنين بتبيع البئة دي في أي خطبة في مناسبة رمضان في مناسبة العيد في مناسبة أي اي مناسبة حتى عيد ميلاد مراتك توقف تقول لنا بصوا اللي كانوا هيبيع البلد اللي سرقوا البلد اللي عمل بقالك عشر سنين بتبيع البئة دي يا جدع خلاص بقى عشر سنين خلاص قل المصريين يا مفلس انت عملت ايه خلاص اخوان في السجون وفي المنافي او في القبور والمعارضين كلهم فين اتقطعت قلسنتهم الهمس اصبح ثورة خلاص محدش بيعارضك انت اخدت ما لم ياخده اي رئيس تاني اه تعاون حده يقول لي عبد الناصر اخدت كده والله حاشا وكلا ده عبد الناصر كانوا العرب بيحاربوه السعودية كان بيتحارب عبد الناصر ما شافش عبد الناصر ده انت واخد دعم اخليمي ودعم اوروبي عبد الناصر اوروبا كلها كانت ضده وامريكا كانت ضده انت واخد بقى دعم عربي كله كل الاخوة العربة عمين بتفعلك فلوس دعم اخليمي كل اوروبا حتى ودول البهر كلها بتدفعلك دعم دولي امريكا عمنا متنش على اللي انت بتعمله هنا خلاص عايزي تاني عايزي تاني وعشر سنين عايزي تاني ده اللي زيك لو ربنا كان اراد له بس انه يبقى في نعمة كان زمانك النهاردة دخلت تاريخ مصر من اوسع ابو ابو لكن لانك مفلس فمعركش غير قصة دي الارهاب الارهاب الاستقرار العدو والحقيقة انك انت العدو انت العدو للمصريين انت العدو اللي بتعمله على فكرة مش انا اللي قلت الكلام ده انت فكرك الخمستاشر عشر واحد اللي عنين قدامك دول بالعافية وبالكارابيج اللي متقدر طاقتهم من اسبوعين ثلاثة اللي الواحد فيهم لو تنفس نفس زيادة مش هروح بيته اصلا انت مصدق دول لا انسى دول انت اسأل المينيوية اللي انت كنت عندهم النهاردة اسألهم كده هل انت مش ديكتاتور هل انت مش طاغية هل انت مش جبار هل انت مش عدو خد التعليقات اهي ادي تعليقات الناس يا سيدي في المينيو وغيره اه فعلا ودلوقتي في حتة تالتة خالص بس كنا عايشين والله وانت في اني حتة مش كل رجال اعمال ومستردين التجارة عندهم ضمير حضرتك بتكلمه كأن الكل بيخاف على مساء الشعب الان الشعب تحت الانقاض والحكومة تشير وتردم عليه لحسن يقدر يتنفس ده كلام الناس عنك والحمد لله احنا نضمين على الفقر الله يعمل بيتك يا رايس احنا بنتمنى انك انت تسيبنا وكفاءة انجازات وحيتبوك طب ودلوقتي ده على موقع الكربة 20 ده على موقع الكربة 20 طب ما هو كده فعلا الحكومة في حتة والشعب في حتة تانية خالص يبقى روح بلد تارية